لقاء وصف بالإيجابي بين الاتحاد العام التونسي للشغل ورئيسة الحكومة نجلة بودن أفضى إلى افتكاك تعهدات بتفعيل الاتفاقات السابقة وإصدارها قريبا ما يؤكد استمرار الدولة وهو الضامن لتنفيذ حزمة الاتزامات بحسب بيان للاتحاد العام للشغل التونسية من بينها ما تعلق بالشق السياسي وكذا الاجتماعية المطالب التي طرحت على طاولة النقاش بين الطرفين تلخصت في توضيح الرؤية السياسية وضبط مسار تصحيح حقيقية الإسراع بإنهاء الغموض ووضع خارطة طريق تنهي المرحلة الاستثنائية الرفض المطلق للتدخل الأجنبي في الشأن الداخلية تونسية وجوب النأي بالإدارة تونسية عن تجاذبات السياسية والتوظيفات الحزبية ومحاولات إخضاعها للولاء للسلطة التنفيذية التأكيد على ضرورة احترام استقلالية القضاء أما في الشق الاجتماعي فركز اللقاء على استئناف الحوار الاجتماعي مراجعة الأجر الأدنى فتح مفاوضات في الوظيفة العمومية والقطاع العام ومعالجة ملفات الأساسية تطبيق الاتفاقيات القطاعية المبرمة ونشر الأوامري المتعلقة بها وإنهاء كل أشكال العمل الهشة كالحظائر والاعتمادات المفوضة مطالبة الحكومة باتخاذ إجراءات عاجلة لوقف التهاب الأسعار ومنع الاحتكار وإنقاذ القدرة الشرائية للتونسية وتونسيين وبعد فترة من الغياب تعود الحكومة في تونس إلى التواصل مع أكبر قوة نقابية في البلاد رجاد حلول للمشاكل التي يعيشها التونسيون يأتي هذا كرد فعل نزاء التحركات الشعبية الأخيرة في عدة مناطق رافذة للوضع العام ما يستدعي بحسب مراقبين الإسرع في ضبط عقارب الساعة في البلاد على توقيت تنفيذ الالتزامات لبسط الهدوء والسكينة واسترجاع الثقة بين تونسيين والسلطة الحاكمة في البلاد